تنويه كل الأراء التي ترد في هذه الحلقة تمثل رأي أصحابها الشخصي من دون أن تتبنى القناة والبرنامج ومقدمه وفريق عمله أيا منها مع تقديرنا لكل اسم شخص أو مؤسسة يارد ذكره سلبا وإجابا في هذه الحلقة موسيقى 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 في سهرية الأحد على قناة التاسعة هذا الاختيار موعدكم كما كنا لحد مجموعة من الضيوف التي تهتم بشأن السياسي الفني والثقافي والرياضي نرجع فيها على أهم سار الأسبوع هذا وأهم سار في الفترة الأخيرة في تونس أهم الشخصيات التي تحكي عليها الشخصيات المؤثرة في الوضع الذي نعيشه سياسي اقتصادي واجتماعي مجموعة من الضيوف نحكي معهم اليوم فيما يدي المختلفة والبداية بلغز مثير للجدل شخصية واسم مثيرة تعرف عليها التوتسويت أول ضيوفنا في الاختيار للحلقة هذه البدايات كانت من باب الأعلام إذاع تسفيق سلجهوية سنة 1993 نزار الشعري التحق موزايكا فيه مكان أول صوت وصل الجمهور من استوديويتها في 7 نوفمبر 2003 نفس السنة اللي التحق فيها بقناة 21 كمنتج ومنشط في 2004 التحق بالقناة الوطنية تونس 7 وتعرف ببرنامج الأعاب اليومي أحنا هكا في 2009 قام نزار الشعري باقتناء مجلة تونيفيزيون وأصبح مدير عام لها 21 مارس 2019 أعلن نزار الشعري عن تأسيس حركة مدنية تحمل اسم كرتاج جديدة ليبدأ مسيرة سياسية غايتها الوصول رئيس جمهورية نزار الشعري يشوف رفسه نعم مشروع رئيس جمهورية من إعلامي السياسي المترشح رئيس الجمهورية المشوار البدايات والنهايات واللي صاير في البلاد مع رئيس حزب كرتاج جديدة الإعلامي نزار الشعري كما شفت وظيفنا وقلت لغز هو مثير سراحة ما نعرش كيفاش نبدأ نقدمك الإعلامي السياسي مشروع تونس مشروع رئيس تونس القادم كما تحب أنت تسميذية سعيد جدا أنك موجود بحضان اليوم سينيزار الشعري مرحبا شكرا لك على استضافة وإن شاء الله تكون حلقة فيها إمتاع وفيها كشف للغز ولو أني ما نعتبرش روحي لغز برش أني استعتبرك لغز سينيزار الشعري أعتقد أنه عدد المرور الإعلامي متاعي خلى أنه برش أشياء تتفتح ثميش عليش لغز وأنا موجود على كل حال أسألني أجبك نحل الشفرات لكل اليوم البرنامج الإختيار برنامج ديمقراطي ديما نعود ونأكد على الكلمة ذية برنامج ديمقراطي خليك تختار الحوار متاعنا كيفاش بيش يكون الملف اللوليني اللي قدامك فيه الإختيار العام أو في الحالة معاك أنت هو الإختيار السياسي 40% الشخصي 20% والإعلامي 40% الملف الثاني 30% عام 30% شخصي و40% إعلامي ما أنا مليش بجاي مش نحكي على الشخصي إذا نختار الأكثر الإعلامي وكأن تجب تنقصنا شوية في الشخصي ما فيها بير نزيدو نقصه في الشخصي الله يبارك تقرأ لي نص التعهد سينيزار الشعري نفهم قبلنا في حكاية التعهد يعني إذا ما نمضيش على التعهد هذا شنو يسير عندك حقوق مع هاتش تتمتعبين في البرنامج السينيزار شنية بثال الحقوق توقلك عليهم ثلث البرنامج يعني قلتي نصححوا بعض صحهم بعض نتفهم التعهد لقد تمت دعوتي لأكون ضيف برنامج الاختيار أنا السيد نيزار الشعري وقبلت الدعوة وأتعهد بصدق الإجابة والجرأة في مواجهة أي سؤال وأحرص على عدم غلط المشاهد واحترام بحقه في معرفة الحقيقة كاملة وختاما أتحمل مسؤولية إجابتي واختياراتي الضيف الأمذاء تقبلت صح سينيزار؟ أنا جيت إذا أنا قابل خارق العديد أنا فقط حبيت نفهم الظروف الديمقراطية ديمقراطية 100% سينيزار الشعري خارق العادة الآن ذا مرافو عليك بعد ما صححت نقول لكم مرحبا بيك شكرا في الاختيار والبداية تود سويت بالاختيار العام مع نيزار الشعري أول سوئين نبدأ بيه خارج على المحاور الأساسية التي نحكيها في حوارنا معك اليوم نعرف كم دقيق في اختيارتك الكل يعني حتى الألوان اللي اخترتهم اليوم ونعرف اللي عندك كونسييو نيماج ترجع بالنظر للأطراف الكل المعنية بالصورة متها كيفيش بش تطلع الجلسة متها قاعدتك ظهورك الألوان اللي اخترتهم هم الألوان الرسمية اللي عادة تن يلبسوهم رؤسيات دول في الظهور الرسمية متاحهم وسيد رئيس قيس عيد زيدي يلبس الألوان هذه هي مهيش الألوان الرسمية هي اختيارات ترى والألوان الملبوسة هي تحمل معنى يعني كما أي حاجة هي تحمل معنى معناتها اللون الأزرق الغامق فيها قوة شخصية هدوء إلى آخره هي اللون الأحمر القوة والألفا والولوان يعني هذي حاجات عادية وماش جديدة أنت بارك الله استضفت عدد كبير من الإعلميين والسياسيين الألوان هذه واختيارك مدروس كان حتى هون يلاحظوا في العادة يكون فما علم تونس لكن حسب ما قاعد نشوف شعار تونس الكرتاج الجديدة هذي كرتاج الجديدة كرتاج الجديدة الميناء متاع قرتاج الميناء البنيف اللي هو شعار متاع حركة قرتاج جديدة هذي الشعار متاعك معنى في العادة يحطوا علم تونس بالنسبة ليك حتى أنا اليوم رئيس حركة قرتاج جديدة لو تصبح رئيس تونس شنو يولي هذاك أكيد علم تونس نبدأ نزار الشعري البداية بالجانب السياسي قل وعندي برشة ما نحكي معك في السياسي لكن اللغز الأهم اللغز الأهم ويبقى للتوينس الكل شكونوا نزار الشعري لو جيوا بإيه جئس مواطن تونسي 45 سنة أسيل مدينة سفيقس ولد النوري شعري الخيات نعرفوه ولد صدو عبد الكافي الفلاحة ربة البيت نعرفوه نعرفو نعرفوه هذا الكل اليوم شكونوا نزار الشعري ما هو حجمه في الدولة التونسية؟ حجمه كمواطن أنا ما عنديش حجم خاص ما فميش مواطن قادر يجمع المئات من الشباب وفور الألف برشة مواطنين اليوم في العمل المدني قاعدين يخدموا في حاجات ممتازة واللي قاعدين يجمعوا وقاعدين يلموا في الناس لا لا بالعكس ما عنديك حجم كبير في تونس عندي حجم نزار الشعري نزار الشعري تعتبروه كمواطن نكرة في الدولة هذه لا ما قلتش نكرة أنا قلت مواطن عادي وما نعتبر حتى مواطن نكرة في الدولة أي أبسيلون معني هم يذيع في الماس تعالشعب التونسي أنا نعتقد أني أنا مواطن وهذي أهم صيفة بالنسبة لي وبعد ذلك أنت تجم يكفل هيلك الدستور صيفة المواطن مش بش ناحية الكنسية أي دستور مدستي الدستور اللي موجود اليوم طيب فميش دستور على ما يبتو فهم دستور قاعد حتى رئيس الجمهورية في بيانية ولا في المراسيم يقول بالنظر في الدستور وكل موجود أي ذلك خدمة من طاق قانون جاية ذلك مفهوم رجعية القانون وحاجات أخرى ما نخلوش فيها معنى تبس ما نغلطوش الناس سبحان مغير الأحوال شنو اللي تغير سبحان مغير الأحوال قولي شنو اللي تغير علاقتك برئيس الجمهورية كيفاش كان علاقة طيبة وتبقى طيبة أحترمه أعتقد أنه في مرحلة معينة قام بدور مهم جدا وقام بدور الموكون ليه ممكن نختلف في بعض الأشياء وهذا عادي ولكن أنا دائما أكن له كل الاحترام وكل التقدير نزار الشعري صانع الرؤساء هذا عنوان عرضني ماذا تعرف عن رجل الظل لقيسة سعيد عنوان هذا في الموقع للي قتلوني العربي Arabic Post لسنة 2020 اليوم العنوان أصبح رجل الظد لقيسة سعيد ما قريتوش في حتى بلايسا لكنيجم يخرج من هنا ولكن أنا لست رجل الظد لقيسة سعيد أنا فقط أعتقد أن مساندتي لقيسة سعيد هي مساندة نقدية وأعتقد أن هذا هو المطلوب من أي مواطن معناتها إذا حاجة تعجبك في الحوكمة الموجودة تقول مرحبا وبهيا وهذا شيء قناه وأنا ما قلتش ديمة ضد لكن أنا ضد في بعض الأشياء وقعد نقولها ونقولها حتى قبل ما يقولها يقولها علنا في حين البعض يحكيها في الكواليس وفي الخفاء يعني أنا أعتقد أن هذا هو صفة المواطنة المواطنة أنك أنت أولا يكون عندك رأي في الحوكمة متاع بلادك وهذا اللي ممكن أن عدد كبير من المواطنين أو ما يعبر عنه بالأغلبية الصامتة ما هو مش قاعدين يقوموا بالدورة متاحهم كمواطنين هذه المواطنة مش فقط أنك تكون عندك حقوق في البلاد لكن أيضا عندك واجبات ومن الواجبات أنك تساهم مساهمة فعالة في أخذ القرار وهذه هي الديمقراطية لكن وقت تبدأ ساكت ونعم نعم فقط نجل من قولك نعم وقتنا متوافقنا وياك كنا نختلف معاك نقول ليه وهذا لي يلزم هل فعلا كنت مساهم في سعود الرئيس قيصية أنا عمري ما قلت كنت مساهم لكن أنا أعتقدني أنا مساند وهذا موجود في آرائي وفي خروجي بين مساند ومساهم تختلف المفاهيم أنا أكتفي بمواطن مساند مواطن مساند أعطيت صوتك أعطيت صوتك كما 70% من التوينس 700 ألف ما مش 70% في التوينس لكن زوزم لين و700 ألف في الانتخابات الدور الثاني 70% من التوينس نتخبو 70% من اللي نتخبو محمد مختلف ياسر الاتوينس الكل ما نتخبوش مهم ياسر خطر أنت اليوم وانا ما نشيقوب بدورة الأعلامية ولكن دورنا مهم ياسر يجبنا نعطيه المعلومة 70% من اللي نتخبو على ورقة باش ما نغلطوش الناس 70% من اللي نتخبو ملي نتخبو انتي كنت فقط من نسها ذوما صوت وحيد نزر شعري ولا دعيت وخدمت في الخفاية فعلا باش رئيس قيس سعيد أنا نكتفي نقول أني أنا ولو أنه منيش مجبور لأنه الانتخاب سري ولكن بما أنك سألت هني نجاوبك يعني أنا سندت الرئيس قيس سعيد في السر وفي الخفاية بما أني خرجت في الأعلام وقلت أنه انتخابه سيكون ثورة ثانية في تونس وأنه هذا الرجل هو رجل صادق وأنا دائما معناتها على نفس الكلمة الرجل رجل صادق وانتفهمه معاه بعد ذلك ثم اختلافات هل الرجل اليوم يقوم بما يجب القيام به هذا موضوع آخر هل الرجل يلبي متطلبات المرحلة الحالية هذا موضوع آخر نجمو نتنقشو فيه نجمو نقولو نعم أم لا بيه في محيطك المقرب نزر شعري تقول أنك حتى في يوم الأيام تخليت على الترشح للانتخابات الرئاسية في 2019 مش تخلي الفرصة للرئيس قيس سعيد أنا عمري ما قلت مش نخلي الفرصة للرئيس قيس سعيد في المجالس المصغرة متاعك تقول المجالس بالأمانات المجالس بالأمانات ولكن ما نصورش حد نقلل الحكاية هذية تنجم تكذبها بالطبيعة أنا ما نقولش حكاية كما هك على الأقل أعلاميا وأنا هنا متالب أعلاميا ما نجمش نقول كلام هذية في المجالس المصغر نحن محنش في مجلس مصغر هنا وهيك يتفرجوا علينا ما شاء الله ملايين التوينسة محنش في مجلس مصغر البتة ثم أشياء ويجبنا نتافقوا فيه لو ثم أشياء تتقال ثم أشياء ما تتقالش ثم أشياء تتقال في العلن ثم أشياء ما تتقالش في العلن لكل حدث حديث ولكل مقام مقال تخفي بهذا معناه أنا لا أخفي ولكن لن أقوله في هذا المجلس الموقر خرق لاد الأخ الأعليمي نزار الشعري شم تعايت لي رئيس الجمهورية؟ الأخ الأستاذ رئيس الأخ الأستاذ رئيس الجمهورية تعايت له في تدوين كتبته أخ كيفاش؟ أخ في الدين أخ في المهنة أخ في المواطنة أخ في المواطنة فماشي أنا معناش فرد مهنة هو رجل قانون أنا أعليمي هو اليوم رئيس الجمهورية أنا مواطن عادي إذن معناش أخوة في المهنة اليوم فقتلك من باب التقرب والمحبة ويعني وقت نقوله الواحد خوية حتى بلغتنا التونسية معناتها راني منيش بش نقول لك حاجة بش ننذرك ولا منيش بش نقول لك حاجة لو من باب النصيحة الأخوية من باب راهو منيش جيب في عركة أنا لا بالعكس أنا أعتقد أنه وقت عطيت التدوينة هذه ما فيهاش تقليل من قيمة أو هيبة الرئيس كشخص أو كمهنة وأنا أحترم الأثنين ثم من باب راهو خطر نعرف ثم برشة نبارة مش يستعملوها بطريقة من الطرقات فمن باب التلطيف حتى لا تستعمل رجل الضد ووالي وهذاك هو الاشكال أحنا وقت نقوله حاجة وقت نقوله حاجة شكون أحنا كإعلامي أو أحنا كمؤثر ككذا فكل واحد مش يستعملها بطريقة من الطرق يعني أنت تعطي الكلمة تاك ثم كل واحد يحب يوصلها أو يقولبها إلى غير ذلك كذي تعودنا به فمن باب تنقيس الضغط وتنقيس الأخ الأستاذ الأستاذ هي الكلمة المحبذة عند الأستاذ قيس سعيد وكل المقربين ليه يعرفوها الحكاية هذية دائماً عايتونه الأستاذ شعيت لك الرئيس قيس سعيد سينيزار الأخ لا ما يقول لكش الأخ لا ما أحكي ناس في الموضوع نطاع الأخ قدمت نسيحة مؤخراً لرئيس الجمهورية وتلبت منه يضيف سؤال في الاستفتاء ألي وهو؟ هو هل تقبل أنه رئيس الجمهورية يواصل في مهامه نعم أم لا لأنه اليوم موقع جدل كبير حول السؤال الوحيد اللي موجود في الاستفتاء هو هل تقبل بهذا الدستور نعم أم لا وإحنا مزلنا نشوف ناشي الدستور يعني ثم نوعاً ما استيباقية كان نوعاً مننا المثال التونس يقول شرالح سير قبل ما يعمل الجمهور هذا يقلق برشة واسع يعني ما تقوليش أنا كما أنا سألتك إيه لو كان ما نوافقش على التعاقد هذا يعني من المفروض العقد هو شريعة المتعاقدين قبل ما تقولي يجاوب نعم أم لا أو وافق أو متوافقش أعطيني العقد باش نقرأه باش نفهمه إلى آخره إلى آخره هذا إذن من بين الأشياء المطروحة اليوم من بين الأشياء المطروحة أيضاً إذا قلنا لا على الاستفتاء نعرفه إذا قلنا نعم باي مش مش يصير ولكن سؤال مطروح إذا قلنا لا إذا قلنا لا شنو مش يصير ثم إشكال في الموضوع هذان والهناء رجال القانوني يجبهم يجاوب والمفروض الرئاسة يجبهم يجاوب والمطلوب منهم اللجنة الاستشارية أيضاً ومن بعدهم ليزي إلى غير ذلك يعني إذا شفت أنت حتى في المرسوم العملة متع ليزي إذا الاستفتاء يقبل بنعم يقع الأعلان عن نعم ويمر إلى تمرير الكذا صح إيه ما ثماش إذا لا يعني أوكي إذا نعم كأنه ما ثم إجابة كان نعم وهذا هو الخطير يعني حسب رأيي في الموضوع شكك كوني في مصدقية الاستفتاء أنا ما نشككش في مصدقية الاستفتاء أنا نقول أنه اليوم الاستفتاء بالشكل هذان لا يستطيع أن يكون مجدياً وهذا قلته يعني ما ثماش حتى أشكال هذان رأيي ولا يلزمني إلا أنا أنا أعتقد أنه اليوم الوضعية ما هيش متع استفتاء وكل وإلا طير جرنك ما هوش هكا تصير الديمقراطية ومش هكا تصير تسير البلدان اليوم مهم جداً أنه نوصله إلى مرحلة متع اتفاق يعني أدنى على النص اللي بش نقوله عليه نعم أو لا يعني حتى أنت بيقى قطعة أرض ولا مش تكليل إدار ولا أي شيء أبسط ببرشة من إدارة الشأن العام في الدولة تقولي ها هو العقد ها هو التحديوه مش خمس كذا مش نزيد كذا مش نحي كذا إلى آخره هذك هو العقد شريعة المتعاقدين وفي العقد الاجتماعي الدستور هو العقد الذي يقوم بتسير العلاقات بين الدولة والمواطن هل تريد أن يواصل رئيس الجمهورية قيس سعيد في رئيس الجمهورية في مهامه نعم أم له هذير السؤال اللي حبيت ويتزيد في الاستفتاح قراءة منك ماذا تتوقع أنه تونسي يجاوب وأنت الخبير وقريب مشارعة تونسي أنا حقيقة دي باجة كان لحظت في التدوينة قلت انطلاقاً من تقرير البندقية اللي أثار الجدل انطلاقاً من المرسوم اللي خرجوا سياتة الرئيس ومن تدوينها سابقة كنت هبطتها قبل البليلة لأنه مهم ولهنها حتى الشكل متع تدوينها مهم هبطتها بدي باجة نوعاً ما متع قانون وكان اقتراح قانوني عليش خاطر اليوم وهذا يعني تزيد في الأيامات الأخيرة مثلاً نشوفه الأيامات الأخيرة تمت دعوة عدد من الأحزاب عدد من الشخصيات الوطنية عدد من الشخصيات العامة للمشاركة في الهيئة الاستشارية لسياغة الدستور عدد مهم منهم سواء كان أحزاب وإلا منظمات كبيرة وإلا حتى شخصيات وطنية رفعوا على رواحهم الحرج وقالوا نحن لن نشارك لهنا تم موضوع كبير ياسر الموضوع هذا يقول مثلاً ماشي اتفاق مثلاً ماشي اتفاق على يلمسار ومثلاً ماشي اتفاق على الآليات وهذا الكل يثبت أنه تم إشكالاً ما إشكال في الحوكمة ولا بد أنه نلقاه في حل ذاك عليش أنا مثلاً في التدوينة لسبقة التدوينة التي تذكرها أنت وموجود هذا الكل على الموضوع أنا اقترحت مسار كامل فيه أربع نقاط ثم نقطة خامسة إذا لم يتوفر المسار من أربع نقاط ذاك ننتقل إلى النقطة الخامسة وهي الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة تكون سابقة لعملية بناء الدستور وتكون عملية سابقة حتى لعملية الانتخابات التشريعية أعليش؟ لأنه احنا اليوم بشكل واضح ما ثماش اتفاق ما نقولش ما ثماش معارضة لكن ما ثماش اتفاق كامل أو أغلبي على نظرة رئيس الجمهورية لتسيير البلاد لتسيير الدولة جبهة الخلاص بعد تأسيسها رسمياً أعلنت أنه من أول مهامها موجهة الاستفتاء والعمل على إسقاطه ذا هل هي نقطة تشابه من بيناتكم؟ هذه هي نقطة تشابه من بيبرشا أنت معها مثلاً؟ لا منيش معها منيش مع لجنة الخلاص أو جبهة الخلاص منيش لا في جبهة الخلاص ولكن جبهة الخلاص ماشي الوحيدة اللي قالت خارجوا مجموعة من الأحزاب فيهم حزب العمال وفيهم الطائرة الديمقراطية وأحزاب أخرى خارج جبهة الخلاص وقالوا زاد نفس الشيء إذن فمعدد من القوى الوطنية ومش لازم نكونوا متفقين مبعضنا ولا متشابهين مبعضنا في أنه اليوم مش يتيح في البير يا حشيك بوس النفع يا أما توافقني في اللي قاعد نعمل فيه وتقولي إيه وكهو يا أما رك ضد يا أما رك ضدي لا نجمو نخرجو بحلول أخرى نجمو تكون ثالثة رابعة خامسة ولكن حلول مختلفة فيها حكمة وفيها خاصة تربيح للتوانسة في الوقت والجهد والفلوس راهو برشة فلوس مش تتصرف على الاستفتاء هذي وعلى عمل هذي هل الفلوس هذي راهو في المرحل قد يش تقريبا عمل استيماسيون سي نزر شاري أنا لا لكن الدولة هي اللي تعمل استيماسيون اليوم اليزي معروف أنه التمويلات مثلا اللي جات في الانتخابات اللي فاتت فم جزء كبير من التمويلات تراهو جات تمويلات دولية مثلا اليوم الدول ما هيش مش توفر التمويلات هذي كيف ستمول اليزي كيف سيمول العمل على الاستفتاء كيف ستم يعني ثم أسئلة تقنية حتحدمها وقعد يطرح فيها وإحنا في بلاد اليوم تشعر أنه ثم شح من السيولة ثم شح من الأموال قاعدين كل جمعة نسمع وهو قرض بـ 72 مليون دولار وهو قرض بـ 150 مليون أورو لشنوه بش نشير القمح مش بش نموله استثمار وغيره استثمار واستفتياء يعني لهنا ثم بعض الإشكاليات الاقتصادية والتقنية الواضحة اللي من الجموش نغمضوا عليها عيوننا بعد شوي بش نحكيوها ذي الكل وشنو الحلول اللي عندك للقراءة الاقتصادية بما أنك مشروع رئيس الجمهورية كيف ما تقول سي نزار الشعري كنت بعثت رسالة للرئيس قيس عيد عام نور تقريبا رسالة من تسعة صفحات تقول لنا شون في حول رسالة بها هي فرصة بش نقول أنه أنا ما بعثت حتى رسالة للرئيس الجمهورية وأنه وقع تلفيق هذه الرسالة بشكل من الأشكال لي أنا الرسالة ما نجمتش نقرأ حتى صفحة الأولى متاحة لأنه بكل بساطة فما شكون النجم يقراها يعطيه صحة أنا ما نجمتش نقرأها معتا بش نكتبها تسعة صفحات هذوكم تعابتنا ميلة هكيكة تسعة صفحات أولا ما تعبتكمش وأنا ذا اللي قاعد نقول لك تسعة صفحات نقرأوا فيهم اسألي لي هبطهم ولكن أنا ما كذبتش ما كذبتش لأنه أولا تستثمر في هذا وما تحب نزار الشعري هذا أولا لم يطلب مني يعني مثلا ماش صحافي خدمته وهذا التليفون وقال لي خدمت وإلا ما خدمتش كتبت وإلا ما كتبتش أنت تستثمر في هذا نزار الشعري أنا عندي قاعدة أولا ثم قاعدة مهمة جدا اللي هي إذا ما تطلبوش رأيك رجاء ما تعطيش وأنا أول واحد نطبق في القاعدة هذي يعني برش عبادي يلوموا علي يقولوا لي أنت فين المواقف وعليش ما تقدمش مواقف أولا أنا نختار المواقف اللي أنا نحب نتبناها ونخرج نضرب عليها بالبونية ونهبط للشارع ندافع عليها وحتى لو كان نكون وحيد ويعرفوا العباد الشيء هذي وأكبر مثال على ذلك معارضتي الشديدة والواضحة لإجبارية التلقيح اللي كنت ممكن الشخصية العامة الوحيدة إعلاميا وسياسيا ومدنيا اللي خرجت وتكلمت ومع أني خذيت برشة ضرب وشيطنت وحتى زملاء إعلاميين يعني طالبوا برفع قضايا وأعتبروك خطر حتى على التوينسة وسلم يعني العركة متعي وهبطت عركة عليها ما تنجمش في الزخم الكبير متع القضايا اليومية اللي قاعدة تطرح على التوينسة أنك تعطي رأيك في كل قضية إلا إذا طولي بمنك هذا الرأي الرسالة هذي للرئيس مش أنت ابعثت منيش أنا اللي ابعثت وما جايكش رد من يعني أنا لحقيقة برشا جواب واضح الناس قلت لهم رأو اللي عبادة اللي تبعث رسائل للرئاسة تبعث رسائل من المفروض مكتوبة مطبوعة في جواب ليه مكتب الضبط متاع الرئاسة هكذا تعودنا الرسالة اللي دارت دارت PDF على واتساب شوية الذكاء لو سمحتم اللي حب يبعث رسالة بتسعى صفحات الرئيس الجمهورية رهو ما يبعثش رسالة بواتساب في التليفون مع العلم وأغلب الظن أنه رئيس الجمهورية تليفون وما وش دي ما فوق منه تم قواعد وضواب للتعامل مع التليفون أولا حتى نفسره شوية للعلم ما عنديش دراية كبيرة ولكن أنا على الأقل أخمن نحاول نستثمر ذكالي مطلع كيفاش الرئيس يقتاش ياخد تليفون وقتاش ليه هذه مواضيع أنا منجمش نحكي فيها وما هوش دوري أنا فقط أخمن مطلع ولا يش معلومة أنا قلت لك أنا أقوله ما أريد أستاذ وأحترم ذكاء أنا محترم ذكاء أقول لك أنا اليوم هي تخمينات تخذها كما هي رجاء أنه اليوم على رجاء مش ناخدها كان قلت لخذها كما هي رجاء نحاول أنه العملية تكون في سلاسة وبلطف رجاء نقبلها كان قلت لخذها كما هي لناقش شو علاقتك مثلا برئيس دي وانس يبقى سيداني دي عكاشي ما عنديش حتى علاقة به حتى علاقة حتى علاقة بعمركم ما تكلمت وبعمركم ما تقبل لم نمرة أو اثنين لكن ما عندي حتى علاقة بعد ما استقلت لا لا قبل ما استقلت بعد ما استقلت ما عنديش حتى علاقة يعني تفاجأت كما تنسى الكل في التسريب المنصوب للسيدة نادي عكاشي اللي فيه اسمك اتفاجأت وحاولت نفهم علاش اسمي محشور في هذا التسريب يعني عملية التسريبات رهي عملية استخباراتية بدرجة كبيرة يعني ما نتصورش انه شخص عادي مشاه يسجل وقال السيدة نادي عكاشي سجلت روحها وقامت بتسريبات الروح يعني انا اعتقد انه ثم نوع من العمل المشترك متع اجهزة كبيرة عندها امكانيات متع تسجيل عندها امكانيات متع تحليل للناس كل تعرف انه ثم اكثر من 20 ساعة معناتها تسجيلات واللي تصدر منهم للعبيد وتسرب منهم للعبيد 12 تسجيل في اقصى الحالات ب3 دقايق يعني بعيد يسر اذا ثم تحليل وثم اختيار وثم نسق متع تسريب وثم تايمين اذا انا استغربت مع الفريق متاعي عن حشر اسم نزار الشعري في هذا التسريب التسريب يقول مع احترامي للجنرال الحامدي الذي اوكن له كل الاحترام والتقدير يعني محاولة الى معتها تقزيم او التقليل من شأنه الرجل لا يقزم الرجل المحترم جدا واوكن له لرتبته العسكرية كل الاحترام والتقدير في نسق تسريب قال يتيحش الحامدي وعبير موسي تهزى عبير موسي أنا نعتقد انه غادي يتوسع يهزى نزار الشعري حتى لو حتى لو يعني من هنا استهزاء استهزاء إذن حتى كان نزار الشعري حتى كان نزار الشعري يتندر التوينس بنيزار الشعري وفي التسريب المنسب لسيدة نادي اعكيش يتندر حتى نزار الشعري إذن بو أنا الحقيقة هذا ما يقلق ليش وما يقللش من قيمتي لأنه الحقيقة أنا ما نشوفش فيه حتى تقلق أنا نعترف بالقولة الشهيرة متاع غاندي يهزؤون بك في الأول ثم يحاربونك ثم يتبعونك وأنا مشين لها مشين لها أحنا توفي يحاربونك وبيشد فت الاستهزاء أهي وفتنا الاستهزاء الحمد لله عشت فترة من الاستهزاء عشت فترة محترمة من الاستهزاء وإعليمي وكذا وإلى آخير نتصور حتى الرئيس اللوكراني جزيلنسكي عاش نفس الفترة في وقت من الأوقات إن شاء الله ما سيرك مشكيف ويكون لا إحنا محن بحضناش إحنا بحضننا كن الأصدقاء والأشقاء معناش روسيا بحضننا والحمد لله تونا نحكيهم بعض على علاقاتك الدولي التيمينغ اللي خرج فيه التسريب خدمك أو لذرك نزار الشاري لا خدمني لذرني أنا أعتقد أنه هي محاولة كما محاولات أخرى يعني أنا كل مرة نخرج للإعلام مثلا الخروج ذاته وتشوف شنو مش يصير بعده من عمليات التشويه والتأويل وكل واحد يحاول يعني أنا اللي يعجبني أنه كل الفرق المختلفة والمتنوعة بعض الناس يسميهم ذباب لكن أنا أحترمهم جدا أنا خطف ثم ثكاء أنا أسميهم ليس ذباب هي فرق إلكترونية هي جيوش إلكترونية محترمة ثم ثكاء ثم خدمة وتحاول التجييش وخاصة التهكم عندك جيش عندك جيش إلكتروني ماشاء الله أنا عندي ربي معايا ونعمة بالله الكل عنا ربي معا ونعمة بالله لجانب الإيمان والتقوى ماشاء الله ماشي ويزيد يظهر عليك لكن عندك جيش ماشاء الله يكفي تحب التصوير أن يزهر الشعري لألاف كمونتريات ما هو هذا؟ الناس تحبك إذا حبوك ارتاح سي محبك قديش يحبوك لا يحبوني بالمحبة إيمانا وقتسابا قديش تكلف المحبة بلاش فلوس لا ما حكيتش على الفلوس تضحيات لا أولا أنت كيف تحب الناس الناس تحبك لكل فعلا رده فعلا مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه تحبتها إذا العبادة تشوف فيك المحبة وتشوف فيك الصدق والمعاونة ويحبوك أما بعد ذلك مش يجيوا كنيس سخرة تضربك إلى أغير ذلك هذوكم شوفوا مهمة بقديش الكره يتكلف الحب؟ الحب ديما يتكلف ديما يتكلف التسريبات هذه منصوبة كنا للسيداني دي عاكياش عندك تأكيدات ولا لا ما عنديش تأكيدات الحقيقة ما هيش مهمة يعني أكبر دليل على أن ما هيش مهمة التسريبات والمحتوية تعتبرش فيه حاجات خطيرة؟ في وقتها عامل الضجة معينة أنا دائما تسأل وهنا ممكن يقعد الجانب الإعلامي ساعات على وقت التسريبات علش تتربط في الوقت هذيك علش الضجة هذيك في الوقت هذيك نحن نعرف أنه أحيانا تخرج أخبار أو تسريبات أو أشياء باش تغطي أشياء أخرى إذن شوف هي لعبة فيها السياسي وفيها الإعلامي وفيها المالي والاقتصادي والمخابراتي هي لعبة متعدة اللاعبين ومتعدة الجوانب وإذا واللي يلعب ما ينغرش أنا راضي بقانون اللعب أنت راضي بقانون اللعب من بين الحاجات الأخرين أنت قلت صارت عليها ذجة وقتها فما ذجة صارت الفترة الأخيرة على ظهور كادوريم مع رونالدينيو والدعاية لتونس وحملة سياحية أو غيره أنت كيف شريتها دعاية سياحية لتونس تعتبرها غدوب رونالدينيو لا هي واضحة هي دعاية أكثر للكادوريم واللي هي حاجة به ما فيها شعيب من بعد أنه سبب المعلن أنه دعاية معناتها لتونس هذه حاجة به ولكن هل رونالدينيو هو الشخص الأمثل للدعاية لتونس هذا يتحكي فيه شفنا أنه مباشرة بعد زيارة لتونس رونالدينيو مشان لمصر وقام بدعاية أكثر برشة وأقوى برشة بقلب مفتوح أكثر يعني سبونتاني حسيته في مصر سبونتاني مثلا الكلمة سي سبونتاني ونلوج عليها بالعربي تلقائي الله يرحمه لديك الكلمة كان تلقائي في مصر في حين كان هناك تصنع كبير في تونس ما معنى التصنع يعني مثلا وقت نجي ونقارنه بين الصور اللي اتخذت في تونس والصور اللي اتخذت فيه في مصر في تونس نشوفه سيارات كبيرة نشوفه في رقمتاع حماية نشوفه عملية متاع جمهرة حول رونالدينو وصديقه كادوريم اللي هي حاجة به الكادوريم في حين انه في مصر نشوفه سيارونالدينو مع القاهرة وراه في وراه في الأهرامات اللي هي حاجة متميزة جدا للسياحة يعني إذا نحب نحكيه دعم سياحة أو كذا اللي عملوا في مصر دعم سياحة اللي عمله رونالدينو في تونس دعم الكادوريم وهذا يحقه هو يقول صديقه لكن يجب يكون دافع له فلوس أيضا وهذا ما وشي الغاية من دعم كادوريم هل تعتبر كادوريم قاعد يقوم بمشروع سياسي؟ كادوريم عنده مدة هو يخدم على الإعلام متاعه وعالتسويق متاعه كيف كان رابير يخدم برشة على الإعلام متاعه والتسويق متاعه كيف ولا رجل أعمال يخدم برشة على التسويق متاعه وإذا عنده مشروع سياسي وهذا حقه كأي مواطن تونسي من حقه أيضا أنه يستثمر إمكانياته وقدرته على التسويق من بعد ذلك الناس هي اللي تقدر هل هذا التسويق جيد أم لا لكن هذي حق مكفول ليه وعنده الحق أنه يقوم به وهذا مش جديد على كادوريم يعني كادوريم من بين الفنانين اللي خدموا برشة وأنا نعرف كادوريم من 2004 تقريبا وأنه كله احترام يخدم في خدمة محترمة وجيدة من بعد هل اللي قاعد يعمل فيه مشروع سياسي إلى حد الآن لم يعلن مشروع سياسي وإذا أعلن مشروع سياسي فله الحق في ذلك كادوريم تعتبره مشروع رئيس ومشروع منافس ليك سيني زرشاري؟ الحقيقة إحنا محناش في منافسة مثلا ماشي اليوم ماشي لكون منافسك؟ في الوقت الحاضر مانيش قاعد نشوف في منافسة الحقيقة باش تبدأ الأمور واضحة مش من باب الاستعلاق أو إلى غير ذلك ولكن اليوم مانيش نشوف في حتى منافس حتى منافس في طريق مفتوح للدورة الثانية إن شاء الله إن شاء الله في نواية تسويت من باسفر فاصل سيني زرشاري أسمع من با من با معني جريدة طويلة عريضة نواية تسويت تهبت كل تهبت لأخر ما تلقاش نزرشاري خذها كما هي حلم ولا واهم تهيش فيه نزرشاري؟ خذها كما هي ليه ليه لازم تفيق شوية للواقع سيني زرشاري أولا أنا شكر لك فضلك أنك تحب تفيقني هاي الله يخلي باركة لو فيك ولكن خذها كما هي لا كلمك يقولك إنه عندك تطمينات ولا تأكيدات بش تكون في طريق مفتوح أنا كلمي واضح هاي كلمي واضح اليوم ما عنديش منافسة وإن شاء الله سنكون في طريق مفتوح نهار تكون ثمى انتخابات في الوقت الحاضر أحنا ما نحكيوش على انتخابات الرئاسية إذن زيد الحديث على الانتخابات الرئاسية وإن كل شهرة تهبت في نواية تصويت ومثلا مش انتخابات يعني جميل جدا إنه عبيت تخدم وتتعب واواواوا كل شهر هاو طلع فلان هاو بط فلان يجبنا نعرفوا إنه وسائل الاستشعار هذية معبر عنه شكك فيها لا أنا من شككش فيها لكن هي وسائل كما الإعلام كما وسائل التواصل الاجتماعية هي وسائل للدعاية أيضا ووسائل لتغليب شخص على آخر ولتوجيه الرأي العام يعني من يتخلقوا استبيان الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية تخلقت في جانب منها لتوجيه الرأي العام وكلنا نعرفوا إنه ثم استبيانات تظهر للعمو وثم استبيانات خاصة تنشوف الخفي جيتك استبيانات خاصة لا أنا ما طلبتش لاحقيت ما طلبتش لكن النزار الشعري ملفت للانتباه وغريب جدا إنك تعمل مؤتمر ولا اجتماع يجيوك ألف تقب التصوير على فيسبوك وانتي شات زيتونة ما شاء الله ألف الجامعات والكومنتاريات التصوير الشهيرة ذيك الزعمة كي الزعيم لحبيب بورقيبة باب شعبوية ذيك حليته ونسكروا اليوم طيو من حلوش عليش بايسا تعود نرجع لهم بعد خاطر دي ما عندك بورقيبة بورقيبة الثاني بشتوالي النقطة اللي بعدها في صبر الأهراء ولا نواية التصوير ماكش موجود وهذا نعتبرها الحقيقة حاجة بايسا أنا نعتبر والقراءة للناس اللي تتبع ديجيتال وانتي يصير العارفين في الديجيتال إنه يتشريوا الجامعات والليزابوني وكل عليش لا أنا نقول اليوم اللي حبي يفهم حاجة ولا يحب يستعنالها ويفركس عليها يمشي موجودة المعلومة يعني اليوم وانا هذي ساعة تضحكني لحكاية يقرأوا حاجة في الفيسبوك ما يستعنالوا حتى باش يمشيوا يلوجوا على حقيقتها وكل شي موجود يعني أنت اليوم أنا الصفحة متاعي موجودة من 2008 على الفيسبوك تجم تمشي على الصفحة متاعي وتشوف كل الأشياء اللي قاعد نعمل فيها المؤتمرات اللي قاعد نخدم عليها العبادة اللي تجي فيزيكمو حضوريا موجود يحب يستعنى ولا يفهم اللغز بين ضفرين نزار الشعري اللي ما هوش لغز البتة لأنه كل ما يقوم به نزار الشعري موجود بشكل واضح وعلني على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المواقع إلى غير ذلك إذن أنا نعتقد أنه اللي يحب يفركس ويحب يفهم راه المعلومة موجودة متاح من الجهة الأخرى اللي يحب يكون عنده الكسل الذهني واللي يحب يسمع ويقول نعم فقط أو يسمع شخص هو معناتها عنده ثقة فيه بين ضفرين هو يقول له كذا يتبعه هذا هي حق وانا من جمش اللي نلومه ولكن في الوقت الحاضر عملية استبيان الآراء هذه الناس اللي تخدم في الإعلام يعني اليوم مثلا اختانم السياسيين انت تعرف العركة كل شهر اللي يعملوها الإذاعات والتلفز على مكانتهم البرامج الأكثر استماع السيئة أو الجيدة ويقول لك لا موش هذا صحيح وهذا الاستبيان يعارض هذا الاستبيان وعملنا الاستبيان الخاصة متاعنا كذا إلى غير ذلك هذا يندل على شيء فهو يدل مش على أنه صحيح أو غالق هذي أمنيش مش ندخل في المتاهات هذي أنا فقط نقول أنه الاستبيان هو طريقة من طرق العمل السياسي تستعمل بشكل من الأشكال وأنا في الوقت الحاضر أعتقد أني لا أستعملها وهذه نقطة جيدة لي حسنا لا أستعملها نقطة استفهم عليها لا أستعملها كأنني تنجم توظفها أنا عرش كيفيش كيفيش يتم استعمالها سينزر نجيبه جماعة الاستبيانات ونقولوا لهم كيفيش يستعملوها أنت كيفيش نجم تستعملها أنا هني ما استعملتيش إذن ممكن ما نعرف لك موجود في نواية التصويت لك في التونس عندهم في كثيقة لما عندهم مش في كثيقة زادها أو حاجة به إذن أنا مواطن مواطن عادي لحد الآن مني قاتل أخرين وأنت حكيت عليه عليش نقول لغز الأستاذ عابير موسي ديما توجه سؤال منين لك؟ قول لنا فلوسك منين؟ منين عملت؟ منين؟ ديما متاحة صحيح في وقت من الأوقات قالت بش نرفع عليك قضية في برنامج إذاعي كنت حضرت فيه الأكيد تلقاك سمعت وإلا حضرت فيه أنت زادة حضرت فيه حضرت فيه شكرا لك فضلك قلت أنا ارفع علينا قضية ارفع علينا قضية عليش؟ حتى تبرقنا رسميا يعني فخرجت في برنامج آخر وقالت لا منيش بش نرفع أنا قضية هو يرفع عليه قضية هاني أنا نتكلم هو يرفع عليه قضية نحن في أستاذة قانون هي وسيدة قانون محامية فاضلة تعرف أنه البينة على من الدعاء والبينة يزمها تكون وثائق مش هاو قال هاو فيديوهات هاو وين وظنك أهيه اليوم شنية لحكاية آه نزار الشعري منظمة تونيفيزيون لأنا اليوم منيش رئيسة عندي فوق أكثر من عامرة لكن منسوبة لي كنت ديما تنسب لي تحب لكن أنا ما هو ثم أمور قانونية سي محمد راو أنا لست المتكلم الرسمي بمنظمة تونيفيزيون أنا رئيس المؤسس وبمحبة وفخر كبير وقت يستدعوني أولاد المنظمة لنعتبرهم أولادي وأخواتي صغار فأنا دائما موجود على ذمتهم وسأكون دائما موجود على ذمتهم لأني أؤمن بهم وأعتقد أنهم بذرة سالحة للمجتمع لكن أنا منيش رئيس المنظمة عندي فوق العام فوق العام يعني اليوم وقت أنت تحب تجمع وقت تحب تجمع أنت بين نزار الشعري واتونيفيزيون كأنك مصر على أنك تشوه صمعة تونيفيزيون والناس اللي في تونيفيزيون ولا تخوفهم إلى غير ذلك ولا تشوه نزار الشعري يعني قامت بدور لكن الحقيقة الحقيقة أنا ما نعتبرهاش سوقتلي صمعة متاعية يعني أنا مدين لعبير موسي وأنا هذا الكلام قلته مش مرة ومش أثنين بالضجل الإعلامية يعني أنا مؤمن بقوة الإعلام اللي سميك بركة الله فيها عبير موسي ولكن خلينا نفسر لك العملية اليوم أنت كفجي تقول منظمة تونيفيزيون عاملة شراكة مع جمعية إنجيز جمعية إنجيز يمولها قطر فونديشن إذن عندك تمويل أجنبي شنو توكلهم هذا إحنا ما عناش شراكة واحدة أولا وإنجيز ما هيش منظمة جديدة وما هيش قطرية إنجيز هي منظمة ولا جمعية تونسية في ريزو انترنسيونال جينير أشيف خدمة كبيرة وعشرين يخدموا فيها ويمولوها عدد كبير من الداعمين مشكلة قطر فونديشن مع العلم أنه قطر فونديشن تدعم الدولة التونسية في عدد من المشاريع وعندها شراكات مع الوزارات ولكن أنا تونيفيزيون أو نزار الشعري لم نتحصل على أي تمويل بشكل واضح ومباشر لا من إنجيز ولا من قطر فونديشن بشكل غير واضح وغير مباشر خديقك؟ ما ثماش حتى تمويل أجنبي حتى تمويل أجنبي ما ثماش تمويل أجنبي حتى دولة ما صبت لك أحنا أولا ما ثماش علاش دولة تصب حتى جمعية متع دولة أخرى ما ثماش علاش أنت اليوم أحنا التعامل الوحيي لا لا يمصرح بكل شيء سيني زر شعري بتبيعة بتبيعة خلت الكلمة دي مش كان الأستاذ عابير موسي تقول زاد الأستاذ بوبكر زغيب أولا أنا جاوبت الأستاذ بوبكر وأنا نشكر الأستاذ بوبكر وقت له أنت أستاذنا ورجل إعلام كبير ومن المفروض وقت نصرحه بمعلومات كما هذه يكون عندنا بيانات وأدلة أحنا التقارير المالية والأدبية متع الجمعية موجودة عند الدولة التونسية هي طالبة الدولة التونسية في شكل رئيس الحكومة متاحها سيدة بودن إنها تراجع وهذا مرحبا وإحنا قلنا لها أكثر من هذا يعني بكل شفافية مرحبا بيك فيما كاتبنا تحب أنت تراجع التقارير متاعنا مرحبا لكن للأسف يشوفوا الناس بطريق التفاعلهم ولا عيشهم أنا مليش قاعدة نقول إنها تتقاضى أموال من الخارج هي قالت في نهار من الأيامات جاني مليون دولار للكونتوم تاعي من عشر من بعض مش أنا قلت هي قالت إذا ممكن هي قاعدة تتقاضى في أموال من الخارج أو يجيها أموال من الخارج بشكل واضح وتعتقد أنه الناس الكل كيف أحنا واضحين تمويلنا تمويلنا جاي من المشاركات منخرطين متاعنا في مختلف الأنشطة مشاركات واضحة وجلية وبأسوام محترمة ثمين عنا المستشهرين ومساهمتنا نحن البسيطة من مالنا الخاص إذن واضح العملية متاع الشراكة الشراكات مع المنظمات تتم دائماً في شكل قانون التونسي يعني إحنا تعاملنا مع التعاون الألماني في شراكة مع وزارة التعليم العالي والتعاون الألماني والشراكة هذه فيها الدولة إذن معنا حتى شيء مخبيين ومعنا حتى شيء مقلق حتى شيء مستراب الحمد لله إذن عملية الضغط هذه ونسكرها بما قاله الإمام الشافعي يقول إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فإذا كلمته فرشت عنه وإذا خليته كمدن يموت من هو السفيه محناش مش نقوله هاو بير رغم هذا الكل في حوار إذاعي تقول مستعد نحط ليد في اليد مع عبير موسي ويجا نخدم لإني أنا أعتقد رغم اللي كنت قول فيها ذا الكرة وأؤكد هذا الكلام ورغم استشهادك بالإمام الشافعي أنا أؤكد هذا الكلام وقت نقول عبير موسي زادة ما تنساش أنه وراها حزب كبير ومحترم اللي هو الحزب الدستوري الحر واللي هو ما هو عبير موسي حتى ولو هي تحاول أنه توري أنه حزب الدستوري الحر هو عبير موسي فقط اليوم هي رئيس الحزب هي رئيس الحزب ولكن ليست فقط يعني اليوم نحن كنا نتذكر المرحلة اللي عندها 16 عضو في المكتب السياسي انتاحها الكلهم استقالوا والكلهم أسماء كبيرة مش لازم أي ما غير ما نسميه استقالوا أسماء كبيرة عندي معطيات تقول إنهم قرب منك نزار الشعري وتفكر في حزب جديد نزار الشعري أنا نفكر حزب جديد ولكن مش فيهم بهم وما فقط نحن الحزب ونطلقنا في عملية مشاورات مع عدد يعني في النهاية أنا يزمني زادا نسمع كلام الناس ونقول فهمتكم مقبل غلطوني وهم ياسر الحكاية اليوم ثم دعوة كبيرة إلى التوجه إلى العمل للحزب مع أنه ثم ضبابية في الساحة السياسية اليوم هل الانتخابات الجاية مش تكون انتخابات رئيسية أم تشريعية هل مش نمشيوا على الاقتراع على الأشخاص أم على القائمات ما هو دور الأحزاب اللي قعد يعني يقع تهديمه بشكل وشيطنته بشكل كبير إذن لابد من الاختيار متع القرار الصحيح في الوقت كلمة الاختيار مهمة اختيار التايمينج التوقيت الصحيح متأعلان لكن احنا في مرحلة متع نقاش مع قيادات سياسية وحزبية كبيرة حتى نحاول التجميع ولمس شمل ولكن هذا قاعد يتم في سرية ما نجمشن قل لك حتى تشايف الوقت الحاضر وقت تبدأ الطبخة جاهزة وقت تبدأ سيتم العلان عليها سيتم العلان عليها بكل تفاصيلها وبكل شفافي من بين لسيمي اللي نجم يكونوا معاك بعض المستقلين عن حركة النهضة مثلا ما هوش مطروح لكن فما القراب فما بعض أصدقائك أنا عندي أصدقائي في حركة النهضة وعندي أصدقائي في حزب العمال وحزب الاشتراكي والحزب الدستوري والحمد لله في آخر لمع مناها قرطاجة جديدة كان الطيف الكل حاضر على الأقل لنيتهم صافية واللي يرغبون مع بعض في حوار من غير إقصاء وحوار ما فيهش شيطنة وما فيهش أنه نحطوا الناس الكل في نفس الشكارة وقت في 2011 تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي وضع تقريبا المجتمع تقريبا جوز ملايين بشر في نفس في نفس الكيس واللي هو من جيش يعني من المفروض الجرائم أو التقصير وانت كنت قريب من نظام نسان الشاري أنا ولد التجمع الدستوري الديمقراطي ولم أنقر ذلك يوما ولم أنتم إلى حزب بعده يوما يعني اليوم نرمى الموزع هم تكعبير موسي ولا رئيستك لأن الحزب الدستوري الحر ليس التجمع الدستوري الديمقراطي لا تواصل لا ما عنده حتى تواصل وأكبر دليل على ذلك العزوف الكبير عند التساترة عزوف كبير عند التساترة في أنهم يكونوا في الدستوري الحر بيزع عامة معني الأستاذ عبير موسي تمثل أفكارك أفكارك شوف شوف المتداد الحزب الدستوري لقدين أعترف أعترف مثال أولا أنا ما فهميش حتى مشكلة الأستاذ عبير موسي تمثل أفكارك أولا الأستاذ عبير موسي تمثل أفكارها وأفكارك أنا أقول لك أنه ما نجموش نكونوا نمثلوا نفس الأفكار ونرجع لك وعبير موسي ما احناش متفقين في كل شيء وقالنا رانا نخدمه مع بعضنا سيمو حامد اذا هكت لبت هكت عرضت وهي رفض ايه اذا ثمت اختلاف هي رفض ايه اذا ثم اختلاف ايه اذا ثم اختلاف ما تزيدهاش ما تتمثلش حجم يساعدها عابير موسي اليوم ثانية في نواية تصويت عابير موسي انا اعتقد اليوم اذاك عليك تقولي تحب تشوهني ولا حاجت بين غريبة حتى الناس ليتخرج والله الغرابة انا نستغرب يعني الاساسا ما نيش فاهم يعني اذا اليوم هالاسرار هالاسرار من اصرارا والحا يلحو اسرارا اسرارا ايه على انها معناتها تتدخلني في كل خطاب يعني ثم نوع من الهلوسة عابير موسي على ما يبدو بتهلوس بحاجة سماني زار الشعري تهلوس اتهأ يعني سامحني كبوس كبوس سلام عليكم يا مدامر انا محناش مختلفين يا مدامر انا فرد مدرسة يا مدامره ما بيناتناش عركة يا مدام ايجا شوف يا مدام مرحبا بيك يا مدام بي ارفع قضية يرحم والديك خليها تبرأني ونرتاحه يا مدام البينة على من ادعاء يا مدام يزي من تشويه روحك ومن تشويه السياسة ومن تشويه نزار الشعري في النهاية من هو حتى تبذل كل هذا المجهود يا مدام اختاني تقولها لا اختاني لا بالعكس اختاني هي احنا مش مش نخدمها ايوه بساعدت هذا عاجب احنا قد نعطيها باشتجم او ترجع او لعا لعا في الواحد وكذا ومسرحيات انا تذكرني بالطريقة الهتلرية في 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 انا نعطيك نعطيك وانا نعطيك نفسرلك نفسر لا لا هتلر ما هوش اي برجول كان في التاريخ لا لا نازية لا 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 هتلرش كان يعمل كان يعمل في الحوارات المتاعه وهذا كل المختصين في الخطاب يقوم بعملية يحط يضع الضغط متاع الكلم متاعه على بعض الكلمات ثم يقوم بعملية الضغط بالنون فيربال بالجسد متاعه ايوه هذي احنا نشوفه فيه في عبير موسي عملية الصراخ المبالغ فيها الهسترة احيانا عملية الغناء ومحاولة شوف جوستاف لوبون في الكتاب متاعه او الكتاب حكايا على علم نفس المجموعات يعرف انه الانسان وقت يبدأ وحده عنده نفس معين نفسية معين ولكن وقت يبدأ فيه مجموعة تختلف طريقة التعامل اليوم احنا نشوفه هذي سواء كان عنده عبير موسي سواء كان فيه بعض يعني المنتمين للنهضة وقواعد النهضة وحتى فيه تنسيقيات فيه سعيد يعني ثم نوع من عمليات نقول احنا استعمال المجموعات ونفسيات المجموعات والمانيبولاسيون بشكل واضح وكبير واضح تقول طريقة حوارها ولا طريقة اللي تستعملها تشبه طريقة هتلر في يوم الايام لو تصبح رئيسة الجمهورية تتصور نفس المسار الحمد لله مشتولي رئيس الجمهورية ايضا ماش مشكلة منين ليك ثقة هذي الكل والله هو واقع يعني اليوم انت حتى نعطيك بعض الامثلة نرجعوا للإستبيانات اللي انت تستعمل فيهم ونستعملوهم ميسالش انت زادت تستعمل ميسالش وصل ثلاثين في المية من نويل عبير موسي في اقصى حالاتها وصلت سبعة في المية معنا ثاني في الدورة الثانية مش مشكلة بعد يعني بين الستين وسبعين في المية دورة ثانية ايه اي دورة ثانية حتى السيدة نديعكيشة قلت تجري متووصل للدورة الثانية ثلاثيه تشهد بالسيدة نديعكيشة نحن منسوب منسوب قلت لي حوار ما غير اقصاء قادر اليوم تعمل حوار ما غير اقصاء في طاوله مستديره شكون ينجموا موجودين الدستوريحري نجم يكون موجود يلزموا يكون موجود الحركةً الناهضة يلزم تكون موجودة ا LETY الاف الكرام وكي على عيني وراسي أما هل قادر في نفس الطاولة نلقاوه سيف الدين مخلوف عابير موسي رشد الغنوشي الأمير العام للاتحاد العام تونسي للشغل سيد نوردين تابوبي رئيس الجمهورية قادر تعمل انت هذا هذا اليوم اليزم يسير قادر تعمل ولا هذا اليزم يسير متفاهمين فيه ومتفقين فيه وهذا نقطة الاختلاف اللي صايرة في تونس اليوم اليوم هذي اليزم يسير يا سيني زارت نجم تعاملوا ولا يعpus كوني أنا بش نعمله أنا تنسيت إن في بداية الحسة قلت لي عرف نفسك قلت لك أنا مواطن تونسي سي محمد إذا أنا كمواطن تونسي ما نجم كان تفرج عليه في التلفزة ونمشي ندون في الفيسبوك في الوقت الحاضر ما هوش دوري سهموحمد ينعمل دور رئيس الجمهورية لو كنت رئيس الجمهورية أنا لست اليوم رئيس جمهورية لو كانت ما كتن من المفروض أن نكون رئيس التونس الكل وأقوم بهذا الدور ورئيس الجمهورية ينجم يقوم بهذا الدور إنه جميقو أكيد لأنه هو رافض رئيس الجمهورية هو الذي يفرق بين هذا وذاك رئيس الجمهورية هو اللي رافض أنه يكون رئيس التونس الكل رئيس الجمهورية هو اختار أنه يكون رئيس لهؤلاء دون هؤلاء مع أن الكل ننتمي إلى تونس ولا أحد يقدر ولا يستطيع أنه ينحي علينا صفة المواطنة متاعنا حتى رئيس الجمهورية طبعا إذن اليوم إتي وقسمت على الدستور اللي موجود مش موجود ها هو جاي ها هو مش جاي موضوع آخر وقسمت على الدستور أقسمت على أنك تكون رئيس لكل التونس لتونس الكل انتخبوك ما انتخبوكش موضوع آخر الإشكال أنه حتى اللي انتخبوك دار عليهم في الزوزم لين و700 ألف مواطن اللي انتخبوا رئيس الجمهورية فيهم عدد كبير مثلا من نحظة فيهم عدد كبير من أتلاف الكرامة فيهم عدد كبير حتى من الدستوري الحر في الدور الثاني ولكن اليوم هو رافض أنه يحكي معهم رافض أنه يكون رئيسهم وهذا هو الإقصاء وهذه هي الشيطنة وهذا هو الخطر الحقيقي الواضح حسيني زار تفضل فقط انفعلت حاسيتك انفعلت لأنه موضوع والله خلينا نرجعوا للهدوء والابتسامة ماذا مناش ننفعله باشا خلي تعرف الناس شخصيتك الحقيقية شخصيتك الحقيقية هترذي الهيدئ ديما ظاهر ظاهر مصطنع على الشخصية أولا احنا نحاول الهيدئ ذي ديما أنا نحاول أن يكون هادئ ايه ياما نفعل أنا نجم ننفعل ولكن لا وحبي ذو صورة المنفعل الناس الكل تدفع فينا للانفعال الناس الكل تدفع فينا إلى عركة الناس الكل تحب انطيحك باش أو عرك ديك لكن هذا ما يخرج للبلاد حد شي اليوم مجبورين الناس أنها تركز وتقعد ونفعله في بيوت في إيطاره لكن مش سمحني تعمل انت اجتماعا تحيئة مثلا دستورية وتعديها سور انترنت ولعبات تتعارك في المباشر شنية الإضافة اللي أضفناها للمواطن كنا نتفرجوا في المجلس يتعارك في المباشر أكبر غل أو أكبر عارك شفني وأكبر كلم وأكبر إهانية أكبر غل للمرأة وللرجل شوفنا حاجات ما تتعديل حاجات تشوفهم في الشراء تحشي وهرية الأخطاء اللي تكلمت لتدونت لحكيه لا أولا لم يطلب مني حتى هذي لم يطلب منك اليوم لا لا أنا اليوم ما قاعد نجيو أنا اليوم ما نجيو فيك على الإنفعال أنا اليوم قاعد نجيو فيك على الإنفعال المخرج آمن أنت ديما تحكي على مخرج آمن المفهوم المخرج آمن مخرج آمن سهل ياسر اليوم الضغط اللي قاعد تصير سواء من الداخل أو من الخارج لأنه فما ضغط مشترك يؤدي إلى احتقان إلى عدد كبير معناتها من الكره والكراه يا وا 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 ويا أما أنا يا أما أنت في حين أنه اللحظة تعتمد على يا أنا وأنت وشوف نخرج وشوف ما نخرجوش هذه اللغة يا أنا يا أنت فين تحبوها توصل يعني لازم يطيح أرواح لازم نوصل للدم هذة هو شنو نحبه ما واش هذة شنو نحبه والفترة هذة عشناها في 2012 و2013 والتوينسة ما المفروض اخذو عبرة هل السياسيين قاعدين يستخلصوا في العبرة من اللي صار في العشرية هذة أنا مليش قاعد نشوف في استخلاص واضح وهذا اللي أنا أدعو إليه أولا حتى نجم نقعد بلاش انفعال ونقعد نحكيه بمصلحة عامة لابد أنه ميكونش تم خوف على الشخص على النفس أو على العرض أو على المال إلى غير ذلك مدام أنا كل نهار رئيسي يخرج يهددني ورئيسي يخرج يتواعد دون ذكر أسماء مع العلم أنه عنده الإمكانيات وعنده الدوسيات وعنده الأجهزة اللي تخدم يعني أنا ما نستنعش من رئيس الجمهورية أنه يخرج يتواعد كل الشعب ولا يخرج يتواعد الفاسدون والغير الصادقين ما هو عندك الدوسيات والقضاء من المفروض موجود والقضاء أنت بدلت له المجلس الأعلى للقضاء وانت كتبت له المرسومة متاعه إذن عندك الآليات التشريعية والقانونية حتى الأمور هذه تتعمل بآليات الدولة أنتي ضد الرأي اللي يقول لابد من تطهير القضاء لابد من تطهير القضاء أكيد لابد من تطهير القضاء لكن كيف وهذه هي أنا وقت يجيني حد ما هو قانونجي يقول لي هيا العبادة الكل نعفها والعبادة الكل نخرجها على برة وا 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 نفهم نقول ما هو رجل القانون ما يفهمش ولكن وقت يجيني رجل قانونجي وأول قاعدة في القانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته من المفروض لا أعفل الناس نوقفهم على العمل عندي مجلس أعلى للقضاء ندفع بالمجلس أنه يسرع في عملية الاستجواب مجال استأديب خمسة عشرة نعطي المثل ولكن مش نسب كل فرد ساك مرة أخرى فرد شكارة وطيش في البحر كان هذا موقفك في اليسار مع نوردين البحري مثلا تماما كان هذا موقف هذا موقفي بعمرك ما قلته نزار الشعر لأنه لم يطلب مني مرة أخرى تتهرب نزار الشعر لا 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 أتهرب أنا قاعد نجاو فيك محمد الخميس الدفاع للمواقف والمبادئ أولا أولا دفع على موقف ومبدأ أولا مش هني ساكت كانت تسألوني جاو ليه ليه هو دفاعك على مبدأ اليوم أنت كأعلامي تحبني نعطيك رأيي ولا تحب تعطي للآخرين أسليب بشي تهجموا عليها لا نحبك تعطيني رأييي أنا أعطيتك رأييي وأقولك بكل وضوح كما تعهدت لك أنا رأيي هذا ولكن لم يطلب مني إذن لم أقوله اليوم أطلبت مني رأيي في تطهير القضاء هني قاعد نعطيك في رأيي لكن يزار الشعر دفع على مبدأ محمد المبادئ عديدة ومتعددة ومش كل نهار أنت مش تسايب خدمتك وحياتك وكذا مش تقعد أنت خدمتك فقط كما للأسف بعض السياسيين ممتهيني السياسة خدمته كان يندد وأحنا نفعل ما ننددش أنا في الوقت اللي عبادت نندد أنا قاعد نبني في الوقت اللي عبادت قاعدة في البروات متاحة في الكليماتيزور أنا في خمسين نساس خانا ندور في الجنوب التونسي ونلقى في حلول أنا قاعد نعمل في حاجاتي في الميدان اسمها الاتصال المباشر اسمها البناء المباشر اليوم أنا في كل دشرة في تونس عندي أهلي ومالية وناسي وأصحابي وأصدقائي هذي ما يتبناش في ليلة ونهار خطاب يشبه لشكون هذي في كل دشرة في تونس عندي ناسي وأصحابي وجملة شهيرة ريناها والله ما نخليكم مهما يسير نبيل القروي في يوم الأيام نفس الشعار نزار الشعار لا مثلا حتى علاقة بيني وبين نبيل القروي أولا نشوف وأن هذا الكلام قلت وأنا مسؤول عليه أنا ونبيل القروي وغيرنا من السياسيين عندنا تول بوكس صندوق أدوات تسويق يعني سياسي وتسويق إعلامي وكذا الكلنا أكيد سنتشابه في بعض الأشياء صح الكلنا إذن زايد بش تشبهني ولا تحط لي إيتيكات رأي هذي عند العبادة اللي تحب تخرجك من طرح وانا ركبوني كل إيتيكات نهضوي تجمعي متسلق شيعي يخدم مع الموساد يخدم مع الألمان متع الأمريكان متع الفرنسيس متع الزيرية أنا متع تونس ما أنا متع حد حد آخر لو كان كنت متع أي واحد من الجماعة اللي تحكيوا عليهم رأني عملت حاجات أخرى أنا صحيح علاقاتي الدولية متميزة وعندي علاقات بكل اللي ذكرتهم هذا عليه لغز نزار الشعب لا أنا أعتقد اليوم تونس سياسيا وديبلوماسيا لا بد أن يكون عندها علاقات متميزة مع الجوار مع الشركاء التاريخيين ولكن مع الشركاء الجدد اللي قاعدين يظهروا لأنه ثم أحنا في لحظة تاريخيا فارقة في العالم ثم تغير كبير قاعد ساير في العالم ولا بد أن نعيه ولا بد أن نكف عن عملية يبيض يسود ما ثماش يبيض يسود شوفوا فقط التحاولات اللي صارت في الخليج مؤخرا كيفاش كانت عركة بين دول الخليج وفشأة نتلموا الناس الكل ورزعوا للبيت متاحهم كيفاش كانت تركيا المنبوذ الأول وفشأة نولت استثمارات خليجية في تركيا كيفاش صديقتنا الجزائر وعركتها هي تركيا في ليبيا مؤخرا الزيارة التاريخية اللي قام بها رئيس الجزائر سيد تبون للأردوغان وكل التعاون والول السياسة ليست أبيض وسود السياسة هي أولا الممكن فن الممكن ثم التأقلب السياسة هي فن التأقلب عندك علاقات دبلوماسية قوية نزار الشعري عندي علاقات مش دبلوماسية عندي علاقات إنسانية قوية محمد خميسي خارجي داخلية وخارجي داخلية وخارجي سفراء يجيوا كل مكتبك يجيوني ونمشيونهم حتى هنا المكاتب وتمشيونهم المكاتب وهذا شيء عادي وهذا عادي وتنشروا على صفحتك لكن اليوم نحب ننصل بك تدريجيا من أقوى سياسيين يزار الشعري من حيث العلاقات لا لا وتحب أن نقول لك أنا أغلب الناس الصحاح في العلاقات ما هم سياسيين ولا ما تشوفهم سياسية وهذا الواقع تم حاجة سمت دبلوماسية الاقتصادية لا لا تتعرفي تم حاجة سمت دبلوماسية الأكاديمية عنا أساذة في الجامعة التونسية علاقاتهم الدولية لو كان نهارا نفكروا أنه نستعملوها بشكل تم كتاب الدراسات الاستراتيجية للدفاع نحن لدينا ثلاثة مراكز كبيرة للدراسات الاستراتيجية نطع لأيس الجمهورية ثم نطع العدل ثم نطع الدفاع عملوا حاجة اسمها منظومة الدفاع الشامل كتاب ممتاز جدا ورائع خرج عنده منسا ويقع تحيينه ومن بين أهم الحاجات التي فيه والتي أثارت الانتباه متاعي هو الحديث عن تنوع السبل الدبلوماسية الدبلوماسية الرسمية نوع ولكن مع الدبلوماسية الرسمية لا بد من تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وهي أهم وإحنا مشكلتنا اليوم في توانسية الدبلوماسية الاقتصادية أهم دبلوماسية هي الدبلوماسية الاقتصادية وهذه ما يقوم بها الرسميين الـ VRP ما هوش القنصل أو حتى ولو أنه من المفروض أنه السفراء والقناصر المتاعنا يقوموا ويقوموا ولكن أحنا إمكانياتنا الديبلوماسية وهذا لا يخفى على أحد إمكانيات ضعيفة شوية إمكانيات السفراء المتاعنا مساكن وأنا شفت عدد من السفراء التوانسة اللي يعانيه واللي ياخذ من شهرية وباش يعمل لقاءات وباش يعمل عشاوات وباش يجيب ناس إلى آخره هذا ما يخفى على حد حد الإمكانيات المتاع الدولة ضعيفة إذن لو أحنا عندنا شوية حكمة لابد من استعمال كل تونسي أنا رجال الأعمال بدل أن نشيطنهم ونعمل رجال الأعمال هم اللي تلقى عندهم العلاقات الديبلوماسية الاقتصادية هو يعرف كيف يحلك الأفاق من هنا ومن هناك اليوم كيف كيف ديبلوماسية الشعبية ديبلوماسية المنظمات والجمعيات اليوم وقت تشوف الخدمة اللي خدمتها مصر مثلا على سبيل الذكر لا الحصل لأنها قريبة وبرشا عبد تنظر للشقيقة مصر العمل متع المؤتمر متع الشباب العالمي اللي يقاع في مصر أه بعض مش يقولون لك لي تحسين الصورة يلزمنا نحسن الصورة مهم إذا ما تحسنش صورتك قدام الآخر كيفاش أنت غدوة مش تتعامل معاه إذن اليوم أنك تجيب علاقات ديبلوماسية في المجتمع المدني في الاقتصاد في الجمايات في الجامعات كيفاش تحب الجامعات متعنا ترتقي وتولي في المراتب الأولى صح شوف الخريش شعمل العملية سهلة دي جيوم لاش عملية توقمة توقمة شركات ايه تجيب شركات هذك هو تقوي به كيفاش النشر اللي مش ينشر لك النشر راهو يلزموا وسائل نشر نحكي على النشر الأكاديمي طبعا ايه يلزم نشريات مختصة وا 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 هذا يزد فيه لوبيات احنا كلمة اللوبيات تخوفنا في حين أنه الديبلوماسية والسياسية منطلقها اللوبيات صح إذا ما عندكش لوبي أمريكي في الكونغرس يضرب عليك في البونيا ولا في مجلس الشيوخ راهو أكيد مش عبيد أخرى مش تقلب عليك الضرح مش تزغلوا زدك وار اليوم إذا ما عندكش علاقات مع الصين وتفهم طريقة التعامل متاع الصين ومتاع الحزب الشيوعي الصيني مع بقية الدول واش معناتها عقد اللؤلؤ واش معناتها طريق الحرير واشنين المنطلقات واشنوه كيفاش يتعامل كيفاش تحب تتعامل مع الصين إذا أنت اليوم تقول أنا الرواسة هم اللي أنقذوني في 2015 مع الأشقاء من الجزيرة في المستوى السياحي اليوم أنت ما عطيت شراء هانا مع أوكرانيا هانا مع روسيا هانا مع القمح هانا مع درشنو ما عندكش أنت متذبذب دبلوماسيا خذ موقف مش خذ موقف على الأقل ما تحبش تاخو موقف عدم الانحياز ما إحنا كنا دائما من جماعة عدم الانحياز ولكن نعرف وإحنا عدم الانحياز على مستوى ثم ثم أمور أخرى تتلعب تحت الطاولة راهو اللعب تحت الطاولة سافي بارتي من اللعب نزار ساري نحن هذين كل هل لناها على مخرج آمن مخرج آمن يعني غذل نظر على بعض المحاسبات على بعض القضايا مع المحاسبات ومع القضايا ولكن مخرج آمن هي صفقة لك المحاسبات يزمنا لد واضحين إذا كان ثم قضايا ومحاسبات راهي صارت محمد هماسي رأينا نست generators القضايا ومحاسبات ولكن بالقانون وبالقانون اليسري على الجميع مش القانون اليسري على اللي ضدي ومش على اللي معايا مش على القانون على خاطرك معايا ودخلت البيت الطاعة مهما كان هذا سار مع النهضة وكان خطأ وقاعد يصير اليوم وهو خطأ ولا يمكن إصلاح الخطأ بخطأ أكبر منه إذن عملية المخرج الآمن نحكي عنها هي عملية سياسية بعيدة عن المنطلق القضائي والمحاسبة اللي من المفروض يزمنا نفسله ما يزمش عملية السياسة تكون فيها عركة قضائية والقضاء والداخلية حياتنا كاملة الداخلية الجمهورية والعدل المستقل هاو العدل تطلق ولا موظفين الحكام حياتنا كاملة نعرفوا أنه العدالة والعدل هي سلطة تأمت ذلك في باب فصل السلطة اللي حقلينها عند مونتسكيو سلطة هاو معاد السلطة ولات موظفين وعندي الحق أني نعزلك وأكثر من أني نعزلك ما تنجم ترجع كان بعد التقاضي وبعد التقاضي التام والبيت اللي يثبت المتلبس إذن القاعدة في تونس اليوم ليست المتهم بريء حتى تثبت إدانته المتهم مذنب حتى ينجمش يا ربي سهلي يثبت براءته واضح نيزار الشعري ناخد فصل صغير منك ترتاح شوية تهدي روحك شوية ترجع للمود لآهي اللي بتسام هذه شفت كي نقول لك راو تعرف السورة وخبير في هذه هدي روحك شوية ترونعتيك ما ناخد فصل ثم نرجع ونكمله حوارنا مع نيزار الشعري خليكم معنا راجعين اشتركوا في القناة